موجة غضب شعبي جديدة أشد من سابقاتها تعصف بالمدن الإيرانية بعد أن وصل الشعب حد الاحتقان والتململ من أفعال نظام خامنة المضرة بقوة الشعب ومصالح الاقتصادية محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد منطلق الاحتجاجات الجديدة حيث شهدت مدينة بهبهان تظاهرات حاشدة نادى المتظاهرون فيها بإسقاط النظام مع رفع شعارات تؤكد وصول الشعب إلى نقطة لا عودة إلى زمن الخنوع والخوف مهما بلغ بطش الأجهزة الأمنية تلك الأجهزة على رأسها قوات الباسيج لم توفر وسيلة قمع إلا واستخدمتها ضد المتظاهرين وقامت باعتقال عشرات المتظاهرين والناشطين في مدينة بهبهان مركز الاحتجاجات الجديدة ودلالة على تأزم المشهد في محافظة خوزستان عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الانترنت وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لعرقلة التنسيق الاحتجاجي ومنع انتقال العدوى إلى محافظات أخرى ورغم ذلك انتقلت الاحتجاجات إلى محافظة كردستان التي شهدت هي الأخرى تظاهرات حاشدة نادت بإسقاط النظام ورحيل السلطة السياسية الحاكمة الاحتقان الشعبي ازداد تناسبا طرديا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إضافة إلى سوء تعامل السلطات مع أزمة كورونا ما تسبب بتحول البلاد إلى مركز وباء رئيسي فتاك ولم تفلح دعايات النظام الإيراني في صرف الأنظار عن الأزمة الداخلية وإسناد أسبابها إلى عوامل خارجية حيث بات الإيرانيون يدركون تماما أن قطيعتهم الدولية ومشكلتهم الداخلية تتعلق بعقلية نظام خامناء وصرفه مقدرات البلاد وثرواتها على تقوية الميليشيات ونشر الفوضى والإرهاب في دول المنطقة في حين تدفع فاتورة كل هذا من جيوب الشعب الإيراني المعتقل بسجن كبير اسمه دولة الولي الفقير منذ أكثر من أربعين عاما ترجمة نانسي قنقر